احنا ايه اللي في ادينا كعرب علشان على رأيه الرئيس الراحل محمد انور الساداتة الله ارحمه 99 في الماما اولاق العامة في ايد امريكا الامريكان هم الدعم الرئيسي لهذه الدولة بل هو الشريك الرئيسي والاكبر والاهم في تاريخها فابتالي ازم انا اضغط على الامريكان هضغط عليهم بايه شوف الدول العربية لديها اوراق ضغط لكن حتى هذه اللحظة اوراق ضغط بتمرسها بعض القوة الاقليمية بشكل فردي وليس بشكل جماعي يعني امامي انا قمصر دولة الاقليمية الرئيسية اللي في الشرق الاوسل بدأت خلال الايام القليلة الماضية بتلوح لاسرائيل وعبر اجراءات مباشرة ان اجراءاتها هتتسم بالتوتر والتصعيد خلال المرحلة المقبلة ربدا على التصعيد الاسرائيلي يعني اما نيجي نشوف انضمام مصر دي الدعوة اللي قامتها جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدد الدولية ورجم ان ده ليه طبيعة سياسية رمزية لكنه بتعكس رسالة بدرجة كبيرة من الدولة اللي خدت طريق السلام ايام الرئيس السادات بالتوقيع على اتفاقا بديفيد ومعادة السلام المصر الاسرائيل من 45 سنة النقطة التانية التصريحات اليوم لوزير الخارجية المصري التي تشير الى ان هناك بعض البنود في المعاهدة السلام التي تشير الى ان مدى حلس فيها اختلالات قد تؤدي الى عادة النظر في مقاربة السلام وفي ربما تعليق العمل بها في حال ما ثبت ان هناك اخلال النقطة التالية اذا كانوا الاسرائيين بيهرولوا او بيدفعوا الدول لعقد معاهدات قد تكون مشابهة او قريبة او حتى بعيدة ولكن تاخد الروح فتخيل بقى اهم معاهدة في تاريخهم مهددة شو بقى انت جبت بقى تروحت على المصاري التاني بدل من المصاري المصري عايز بس اقول فيه نقطة مهمة جدا وهو ان مصر بدأت الحديث حوالين من ما بين السطور انه ربما يتم تخفيض مستوى الدبوسيل الدبلوماسي لان اسرائيل مستمرة في التصعيد وتحولوا من مجرد عملية اسكرية محدودة الرفع لعملية التاسع بشكل متدارك النقطة الرابعة انت قلتها بشكل مهم جدا الانتقال بقى من الصعيد المصري للصعيد العربي وكان اول من طرحها في الصحافة الامريكية عند الامريكان توماس فريدمان في اليورك تايمز عندما اشار ليهم اما التطبيع او رفح بمعنى اسرائيل مركزة خلال المرحلة المقبلة اللي جاية بعد نجاحها في التوقيع على اتفاقات تطبيع مع الامارات ومع المحرين والمغرب هي شايفة ان في جايزة مهمة جدا الاسبال المملكة العربية صحيح وان هي بتستغل ان مملكة لديها مصلحة في هذا التطبيع في بعض البنون دي لكن مشروط وهنا متوافقة مع عمص فكرة اقامة الدولة الفلسطينية او خيار حل الدولتين لكن اسرائيل في هذا الصياح اذا وجدت ان تكون هناك مش مقاربة سعودية المقاربة العربية التي تحدث فيها القوة الاقليمية الرئيسية مصر السعودية الامارات الاردن البحرين الى ان هذا السلوك الاسرائيلي مش مرتبط برفح ولا مرتبط بقطاع غزة ولا بالفلسطيني وانما سلوكها في الاقليم ككل فيتعذر انت تدخل في ضمن ترتيبات سياسية وامنية واقتصادية كدولة طبيعية وانت سلوكك عامل ازاي في المحيط الجغرافي للدولة اللي انت بتريد تشتغل معها لتصريحاتك اللي انت بتخيرها من سياقها ما تيجي تشوف محاولة لحشر دولة الامارات في ادارة قطاع غزة وده استدعى التصريحات بالنسبة لزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ان هذا الكلام يخرج من فم مسؤول منزوعة شرعية داخل اسرائيل وبالتالي لازم بقى هنا بقى من ضمن الاوراق الداخل لازم يبان قدام اسرائيل ان القوة الاقليمية الرئيسية العربية من اللي هي دخلت مصاري السلام او اللي هي لسه تخش ان استمرار سلوكها بذلك يجعل العلاقة معها هتاخد منحنة مختلف انت بقى هتشوفه هتخفض مستوى التمثيل هتبتدي العلاقات اللي انت كنت تبتدي متطورة جدا مع بعض الدول اللي لقلت مصاري اتفاقات الابراهمية هتتعرض لمأزق شديد اه انا اعتقد ان المصالح الامريكية والاسرائيلية ستصبح مهددة بدرجة كبيرة لان التنظيمات الارهابية والجماعات المتطرفة هتبتدي ترتدي قميص الدفاع عن القضية الفلسطينية الاسلام تلك المصالح ولم يكن غريبا ان تعلن وسائل الاعلام الكويتية في واحد مايو الماضي بانه تم القبض على احد الاشخاص انه هو داخل ضمن استراتيجية الزئاب المنفردة لتنظيم داعش تحاول تستهدف القواعد الامريكية وهي مركزة القواعد الامريكية اللي موجودة في الكويت استراتيجية الكويت تنظيم داعش عندما بدأ يستوطن مناطق جغرافية استراتيجية في العراق وهو حاطف في قلب هذه الخريطة الكويت دولة كبيرة يعني دولة ذاتة مالئة مالية ودولة ذاتة قدرات نفطية كبيرة على الحدود الرخوة مع العراق يمكن استهداف بها العدو البعيد وهو الولايات المتحدة يمكن هز الاستقرار بحكم انه المنطقة الجواري الرخوة ما بينها وما بين العراق يجعلها تستطيع القيام بعمليات ارهابية وبالتالي عندما تتحدث مصر ان الدور الاسرائيلي يهز الاستقرار الاقليمي هذه ليست جمع الانشائية او قنابل دخانية وانها تعبر عن اللقطة المهمة ان اسرائيل حتى هذه اللحظة تعصرت في كل الاهداف التي طرحتها كما دخل تلك الحر اولا لم يتم القضاء على حرقة حماس او استهداف بعض قوادرة لم يتم تحييد اي خطر جاي من قطاع غزة سواء من حماس او من حرقات المقاومة الفلسطينية الاخرى لم يتم تحرير الرهائن الاسرائيليين بالقوى المسلح وبالتالي الوضع الطبيعي الخيار الرشيد لاي قيادة سياسية لا نهد ونلعب الدور من اول وجديد وده كان نافذته من وجهة نظر فرصته الاخيرة كان في المقترع المصري اللي وفقت عليه حماس ولكن استغلت اسرائيل خلط الاوراق وقامت بعملية عسكرية لاكتياح رفع اشتركوا في القناة